قرآن وواقع رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نموذج من عبادة غير الله يقول الله تبارك وتعالى قل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون جعل الولد شريكا لله كثيرا من الناس أيها الإخوة يظنون أن العبادات هي أن يصلي ويزكي إن كان عنده مال ما عنده مال ما تجب عليه الزكاة عنده استطاع يحج ما عنده استطاع لا يحج يصوم رمضان وانتهت المشكلة أدى الدين بعد ذلك يطيع غير الله في معصية الله يجعل لله شريكا هذا ما يفهم وهذا خطأ جسيم توحيد الله أي عبادته في كل ما شرع وفي كل ما أنزل ولا يستحل المؤمن طاعة غير الله بل ينصع لأمر الله ربما زلت قدمه فأخطأ وعص الله ولكن سرعان ما يعود ولا يصر على الفعل ولم يصر على ما فعله فالله تبارك وتعالى يضرب لنا مثالا واقعيا من جعل الولد شريكا لله قل هو الذي خلقكم من نفس واحدة هي نفس آدم عليه الصلاة والسلام وجعل منها زوجها حواء ليسكن إليها الله خلق حواء من ذرة من خلايا آدم من ضلعه لتكون من جنسه فتسعد به ويسعد بها ولذلك ورد جعلت نهمة المرأة في الرجل ونهمة الرجل في الأرض لأن آدم خلق من الأرض وحواء خلقت من الرجل فهو يسكن إليها وهي تضمئن إليه وتسعد بجوارها خلق الله ذلك ليوجد النسل وينتشر البشر في الأرض هذا الجنس البشري فالآيات لا تتحدث عن آدم وأنه أشرك حاشة إنما تتحدث عن جنس البشر فلما تغشاها أي عاشر زوجته واقعها والمراد بذلك جنس الزوجين أحد الزوجين هذا ما يقص علينا القرآن حاله حملت حملا خفيفا النطفة وهي خفيفة على المرأة لا تشعر بها فتتسق بجدار الرحم عند هذا القيح الب أيضا فلما أثقلت يكبر هذا الحمل شيئا فشيئا حتى تشعر المرأة بثقله فلما أثقلت أي صارت المرأة في حال الثقل دعوا الله ربهما أي الرجل والمرأة الزوج وزوجتها ماذا يطلبان من الله في هذه الحالة هم مؤمنون أو مؤمنان يطلبان من الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن اللام لام القسم كأنهم يقسمون أن الله إذا آتاهما ولدا صالحا كامل الخلقة ولاما لا يكونن من الشاكرين وشكر الله طاعته حب الله يعني حب طاعته لنكونن من الشاكرين أي من الشاكرين لك يا الله فنطيعك ونحبك فلما آتاهما صالحا أعطاهم ولد صالح مثل ما طلبوا كامل الخلقة جيد سعدوا به وسروا سرورا عظيما جعلا له شركاء فيما آتاهما ارتبط قلبهما بالولد وبمحبة الولد فصار الولد أهم عندهما من رب الولد ونسيا أن الذي أعطاهما الولد هو الله فأصبح يشركان بالله من أجل المحافظة على الولد فلو قال أحده خذه إلى تقديس الصنم الفلاني أو الشعار الفلاني يحطه في رقبته أو كذا يفعل ذلك ويرضى بأن يعتبر غير الله من الجمادات تنفع أو تضر أو جعلا له شركاء فيما آتاهما يعني الآية تنص على أنهما جعلا الولد شريكا لله في إيش؟ صلوا لهم؟ عبدوه نعم عبدوه ولكن كيف؟ يقدمون كل شيء للولد ولو كان مخالفا لأمر الله قد تترك المرأة صلاتها بالمرة ولكن المرأة ما ينبغي أن ينزعج ولا يبكي قد يترك الرجل السعي في الحلال ويستحل الحرام من ربا وغيره يستحل ما يقول معصر يزلف قدمه لا يستحل الحرام من أجل أن يجمع المال الكثير للولد لأنه يحب الولد من أصبح الإله المعبود في هذه الحالة؟ الولد جعلا له فيما آتاهما شركاء فيما آتاهما أي جعلا الولد شريكا لله فخرجا عن حكم الله وعن أمره امتثالا وتلبية لرغبات الولد ومتطلباته في الحاضر أو في المستقبل أدركتم كيف أن القرآن يشرح ويوضع أن القلب ينبغي أن يكون مع الله وأن المخلوق ينبغي أن يكون مطيعا لله كما قال الله تبارك وتعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره لا يختار ما يريده الولد يختار ما يريده رب الولد لا يتعلق قلبه بالولد تعلقا زيادة عن الحد فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده هذه العاطفة جعلها الله في قلوب الأبوين من أجل رعاية الولد وليسعداه عندما ينظر الأب أو الأم إلى ولدهما يسعداه يسراه فيخفف عنهما الرب سبحانه وتعالى التعب والآلام والشقاء الذي يتعبونه من أجل الولد يجدون فيه لزة وهذه من حكمة الله وعظمته أما أن تكون محبة الولد زائدة عن الحد مثل المشركين يحبون غير الله كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فهذه المحبة تجر إلى معصية الله وإلى استحلال معصية الله من أجل الولد فيكون الولد شريكا لله لذلك في آخر الآية قال الله تعالى فتعالى الله أي ترفع وتنزه عن شرك المشركين بيّن بوضوح أن هذا الشرك أيشركون ما لا يخلقه شيئا وهم يخلقون أيشركون هؤلاء المشركون يشركون هذه المعبودات من ولد أو غيره أو مال قد يكون المال شريك لله يضحي في سبيل المال بالغالي والنفيس بالحلال والحرام يقدم زوجته للحرام أحد أشخاص كان يقول لزوجته أنت حتى الأصحة حاجة بس روح يجيب فلوس هل هذا مؤمن يقدم زوجته للزنا ونياز بالله تعالى هذا إنسان عبدا للمال وليس عبدا لله تبارك وتعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون فالمعبودات جميعا تخلق الأولاد البشر البقار الشعارات التي اتخذها الناس أصناما تعمد من دون الله كل شيء مخلوق وليست العبادة والطاعة إلا للخالق وحده لا شريك له فمن فقه ذلك فقد فقه حقيقة التوحيد وفاهم حقيقة الحرية التحرر من سلطان غير الله سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر الحمد لله رب العالمين كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني اشتركوا في القناة